اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الاسلام تحت المجهر النهارده عندنا حلقة مميزة جدا المسلمين دايما بيقولولنا ان ما عندي ناش حاجة اسمها عندنا تحرير العبيد لكن اسم الحلقة النهارده اسمه اجزوب التحرير العبيد اهلا بك يا مارينا مارينا المسلمين كل ما يكلمونا يقولوا اهم حاجة عمالها محمد او عمالها الاسلام يقولك حرر العبيد طبعاً دي كسبة كبيرة بيحسسنا أنه محرر العميل بتاع أمريكا يعني كنتك أنت في حديث عندي أن ميمونة الكلام في الصحيح البخاري وحيتحط على التكست أن ميمونة أعتقت وليدها ولم تستأذن النبي ميمونة دي زوجة النبي ولم تستأذن النبي فلما كان يومها الذي يدور عليها في اليوم بتاعها قالت شعرت يا رسول الله أني أعتقت وولدتي الوليدة دي كنت فرحانة بالحاجة اللي هي عملتها الوليدة اللي هي المملوكة ملك يمين يعني وبتخلف فقعد عندها في البيت فالست برقفة كده قالت لها إيه أنت حرة فالست أول ما شافت الرسول في اليوم بتاعها قلت له بص يا رسول الله مش شفتي كده مش شايف حاجة كده متغيرة في البيت أني أعتقت وولدتي قال أو فعلتي قالت نعم قال أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك يعني كان ضد تحرير العبيد كان أعايز يقول لها أديها لأخوالك أحسن أخوالك أحسن من تحريرها يعني تطلع من بيت الرسول عبدة تروح لأخوال ميمونة عبدة عبدة برضو فين تحرير العبيد هنا فين تحرير العبيد خلينا أوريكي كمان ده طبعا في سهل بخاري والمراجع هتكون على الفيكس خلينا أوريكي كمان رأي ابن باز بيقول إيه بيقول كده هذا ده حاجة اسمها صدقة دي كدك أنها تصدقت فبيقول إنك لو أعطيتها أخوالك بيلم وراه بيلم وراه إني بس بيلم وراه إنك لو أعطيتها أخوالك لكان في الأخوال والإعمام أفضل من هذا يدل على أن الصدقة أعظم لأجر العتق يعني ده حاجة أعظم من العتق كأنها بتتصدق بها بنى آدم صدقة فلها فضل عزيم وهذا يدل على أنهم محاويجوا أن الصدق فيهم أفضل فيهم أفضل من العتق محاويج يدلهم بنا إدمية آه ليه هيكلوها همهاعملوها طبيقية هإمخوها طب أنت جايب من فين يا ابن باز الكلام ده يعني أنت جايبو من فين إنهما كانوا محتاجين طب وهي هم محتاجين إيه؟ محتاجين خدامة بيلموا وراه بيلموا ورا الرسول لأن هنا بيبين أن الرسول لا بيحرر عبيد ولا حاجة فبيقول إخوالك ما ودتهاش إخوالك هو كان قارت على العبيد عايزهم موجودين عايز ناس تحت العبودية وبعدين دي وليدة دي بتخلي في عيال ولاد الجارية كطروا المسلمين لا ولاد العبيد عبيد فده تجارة دي كأنك عند الكلب ومثلا وقطة بتجيبي عيالها وتبيعيها وتشتريها تجارة تجارة البناء قدمين في حديث تاني يا مارينا في صحيح مسلم بيقول إيه رجلا أعطاك ستة مملكين ستة كان عنده ستة مملكين أعطاكم له عند موته يعني قال دولة وصيتي دولة حيكونوا أحرار لم يكن له مال غيرهم كان عنده هو دولة بيعتبروا العبيد مال فدعا بهم رسول الله ايش يسيبوا الرجل عايز يسيب حاجة لبعد بوته يعني تنفعوا يوم القيامة فدعا بهم رسول الله قال تعالوا انت يا لا انت وقوة تعالوا هنا فجزقهم الرسول جزقهم اتنين او سلاسا سلاسا يعني اتنين 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 تلت 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 ثم أقرع بينهم قرع حدي بادي سيدي محمد البغدادي ثم أقرع بينهم فأعطاك اتنين وقال له قولا شديدا كمان عن نفو يعني قال لمراته قولا شديدا وقال للرجل قولا شديدا طب انت في بيتك احكم في بيتك تحكم في الناس التالية هو للمسلمين كله هو للمسلمين كل واحد على ماله هو حر هل ده يا مارينة بيحرر العبيد اي بس هو اولى من المسلمين من انفسهم هو الكلمة اللي يقولها ماشي بس هو ده تحرير لا ده مش تحرير العبيد وده الكلام ده في صحيح مسلم واحنا نفط طبعا المرجع بالزبط المسلم ما يجيش يقول الرسول كان بيحرر العبيد او الاسلام بيحرر العبيد بالزبط خلينا كمان نشوف الحديث برضو في مسلم والمرجح يكون على الشاشة يقول أعطك رجل من بني عزر عبدا له عنده بربارد لما يجي يموت فبلغ ذلك الرسول الله فقال ألك مال غيره انت عند غيره النس عندها أخلاق قال لا فقال من يشتريه مني فاشتراهن نعيم ابن عبد الله العدوي بثمان مئة درهم فجاء بها رسول الله فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإنه فضل شيء انفضل شيئا فلا أهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلا يذكر قرابتك فإن فضل عن ذكر قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا يعني الرسول إيه واحدة قال لما جي موت أنا هعطك قال له لا بيع بيع ومين هاشتري قال لك هاشتري بتونه مئة قال له خلاص ماشي يلا اشتري أه ولي الفلوس إيه مش تط... يعني إيه الفلوس بردو ليك أيوة واللي يفضل تدي الفلاني وبعدين لما يفضل حاجة يبقى تدي الخالك ودي العمك ودي الشو فيه يعني العبد المغزة إيه إن العبد بقي عبد لسه باعوا لحد تاني بقى عبد تاني لا تحررش يبقى العبد ما تحررش في الخالك بالضبط يبقى فيه إكزوبة تحريص العبيد في شرح النووي على مسلم كتاب المساقا باب استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاءا باب اسمع الجاي ده جواز بيع الحيوان بالحيوان دي مهمة جدا باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلة إيه بقى في الباب ده مكتوب إيه مكتوب جاء عبد تمام فبايع فيه عبد روح جري كده على الرسول فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر النبي يعني إنه عبد واو يعني بيعه وهو مش عارف إن ده عبد إنه عبد فجاء سيده يريده السيد إيه ده فيه اللو قد العبد بتاعي أه دخل لقاه عند مين عند الرسول وحيهرب مع الرسول في الإجرة قال فقال له النبي طب خلاص بعنيه ادهولي أنا حشتريه حلو ده الرسول بقى حيفكه بقى وحيخليه يعتقه لأ شوف يبقى اللي جاي فاشتراه بعبدين أسودين الفكة يعني العبد الأبيض ده أو العبد ده باتنين سود يعني في عبيد كتير عند الرسول اشتريه اشتريه ادهتنين قدامه واحد ده دليل على إيه؟ إنه العبد الأسود أقل ثمن أقل ثمن من العبد اللي عنده اللي عادي ثم لم يبايع أحدا بعد حتى حتى يسأل عبده هو يعني هو خسر خسر اتنين فقال بعد كده لما حد ييجي هربان أقول له انت عبد ولا مش عبد كده يعني في الشرح بقى بتاع الحديث قال إيه؟ هذا محمول على إن سيده كان مسلما يعني المسلمين عندهم إيه؟ عبيد ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر إنهما كان مسلمين برضو آه بس عبد أسود فضي بالك ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر ولا يجوز بيع العبد المسلم يعني كلهم مسلمين في بعديهم بعديهم فهو السعودية لما كانت عملة سوق عبيد ما كانوا مسلمين في بعض صح كانوا مسلمين في بعض بيعوا في العبود مسلمين في بعض آه يعني مش ده الإسلام يعني ولا حرر عبيد ولا حاجة ولا حد ييجي يقول له ده إنه الإسلام حرر العبيد لأن العبودية في القرآن و ملك اليمين في القرآن واضحه صريحة يعني صح ولما يقولك دولة فلوس آه لما يقولك كفرته آآ أني أنت تعتق انت دي كأن عندك فلوس وهتعتق يبقى لازم يكون عندك الكاش على طول لازم يكون زي كده خزنة وفيها فلوس بيتك فيها عبيد لازم علشان لو غيرت الغلطة دي طبعا هم مش هيبطلوا الأخطاء دي لازم يكون عنده الكاش عنده العبيد فما حررش ولا منع ولا ألل ولا أي حاجة بالظبط ده عائشة يوم ما كانت مخصمة ابن أختها حلفت إنها ما تكلمهوش عفة كان يعني عشان ترجع تكلمه أعتقد كم عبد أربعين أربعين عبد دي كانت عندها جيش ولا بيأكلوه من فين آه وجيش بقى أربعين في قسم واحد حرارة أربعين يبقى إيه يا مارين بيت الرسول ده كان إيه يعني إيه ده إيه ده ملعب كرة وقع الحوالي قال لك إحنا ليه بقينا فوقها يبقى كل واحد عنده خمسة خمس روس ويبيع ويبيع ويشتري في طحفة الأحوالي كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء في شراء العبد بعبدين نفس الحديث بيقول إن النبي قال بعنيه اللي هو العبد يعني اشترى بعبدين أسودين ثم لم يبقى أحدا بعد حتى يسأله عبدهم هو يعني بعد كده الرسول يتعلم الحديث من الكلام ده إنه ما يبايعش حد غير لما يسأله انت عبده على الخر عشان يختصر وطبعا الحديث صحيح لكن الشرح بقى يقول لنا إيه فاشتراح بعبدين أسودين فيه دليل على جواز إيه بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا مما لا خلافة فيه وهذا مما لا خلافة فيه إنما الخلاف بيع الحيوان بالحيوان نسيئة نسيئة يبقى دلوقتي بيساوي العبد بإيه بالحيوانات يقول لك زي الحيوان بالحيوان العبد بالعبد العبد بالعبد وطبعا الحديث صحيح وحنا هنحط المراجع على الشاشة عشان الناس تشوف إن الحديث صحيح وأخرجه مسلم وكمان يا مارينا النبي عمل كده اشترا صفية بسببات أرقص من دحية الكلب صح راح عمل كده فعلا ده صحيح مسلم صحيح مسلم الرسول بدل سبعة بصفية بسبعة كانت في السبي صفية وكانت مع دحية فرح قالولي الدحية معها أحلى واحدة فقال له ورهاني شافها جميلة كان صغيرة قال له أديك سبعة مكانها يبقى الرسول كان بيبدل صحيح يبقى الإسلام ما منعش تحرير العبد وكتاب المقدس كان بمنع التحرير منع ولا كان بيدي فيه تحرير كان ست سنين العبد يخدم سيده والسنة السنة يخرج حر أو العبدة لقانون وبعدين دول عبيد مش لل مش للنكاح ولا ده شغل خدمين بس حتى يوم السبت يستريحه زي ما السيد بيستريح ويستريح ولو في عبد هيقعد عندي سيده يفرح يعمل يروح عند باب العتبة هو اللي بيقرر يقول أنا بحب سيديه وعايزة عود معاه بس لازم يعمل علامة 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 على الباب بالعهد بالدم يخرم لدانه ويقول أنا ها بقبل العهد دو أنا بحب سيدي وأنا أقعد Bird Scout معاه علشان محدش بأرادة مين بأرادة هو الحرة الكبلة بأرادة العبد مش بأرادة السين ليه علشان محدش يقول إيه إش ما أعني ده بحرر ش وده حرر وده شاب وده ما سبش يبقى ده بأرادة العبد بأرادته بيعمل إيه عهد على باب يبقى شاهد الناس كلها شاهدة ان العبد ده عايز يعود لكن ربنا حط القانون ايه قال ان انت لو اشتريت يعني واحد عايز مثلا مزنوق واحد كده اشتريت عبد مش عارف ايه واحد باع نفسه مثلا واحد يهودي مهم وكانوا في يهودي في بعض المسيح قال انه ما فيش حد دلوقتي كلنا متساويين في المسيح يسوع دلوقتي ما فيش والمسيح ساوي بين الرجل والمرأة والعبد والحر ليس عبد ولا حر ولا مرأة ولا رجل هل العبد في الاسلام مشاوي للحر لا 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 حتى لو في القتل ليه لانه قال لك الحر بالحر ولا عبد بالعبد بس ده مش زي ده في تصنيف يعني شوفي موسى كان قابل محمد بكم الف سنة اربعة الاف سنة كان عنده شريعة اقيم وانظف واحسن وفيش حاجة اسمانة بدل لا انها من عند ربنا وما فيش حد كان يبرد العبد بعده وسته بسته ونكاح وملك يامين ويخلف منها وتبقى عيالها عبد حتى يا فرح يقولك ايه انه يعني لا تزر وزر وزر اخرى طب انا زم بيدنان عبد عيالي يبقى عبيد ليه ليه عيالي يبقى عبيد ليه عيالي يبقى عبيد مش لا تزر وزر او زر اخرى صح لكن دول يجيبوهم ويخلوهم زي الحيوانات تخلف والعيال تبقى عبيد وهكذا العبد يخلف عبد طيب في الكتاب المقدس في الرسائل بيقوله ايها العبيد اطيعوا ساداتك المسلم حيطلع يقولك كده امها لو قال لي كده ده الوقت اللي كان فيه المسيحية كان فيه ناس عندهم عبيد قبل ما يكونوا قبل ما يكونوا مسيحيين فبيتضيهم الوصية ان انت تكون امين حتى لو انت عبدك خليك امين امين مش عشان تسيدك مسيحي تاكله ولا عشان العبد اللي عندك مسيحي انت تكون قاسي عليه او غير مسيحي حتى تكون قاسي عليه فافتكروا ان سيدكم اللي هو المسيح ان هو كان رؤوف ورحيم بالناس كلها وبعدين قال بوليس الرسول قال ليس عبد ولا حر بعدين فيه آية ذهبية في الكتاب قال ايه ما تحب ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا هكسبهم انا حب اكون عبدة لا يبقى انا ما يخوتش عبد دي الآية الذهبية مين اللي حرر العبيد في العصر الحديث مش واحد مسيحي مش امريكا مش الدول هي اللي منعت اه اللي منعت الناس ما مش مسلمين بالمرة اه هو الانسان حصلت ان تحرير العبيد وده مستقام من الكتاب وحق الطفل اللي مش موجودة في الاسلام وحاجات كتير ففيه آية ذهبية عندنا ما تحب ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا هكسبهم هل انا حب ولادي يكونوا عبيد لا يبقى انا ما اخدش ولاد ناس عبيد صح هل انا حب انا اكون عبدة لا يبقى انا ما اخدش حد ما استعبتش حد ما استعبتش حد هل انا حب فلان يبقى اخويا يبقى عبدة يبقى انا ما اخدش اخو فلان عبدة صح حبيبتي يا مارينا العبيد في الكتاب المقدس ما كانوش إلا للخدمة بس يعني شغلة خدامة موظف ده بس موظف طائم على طول لمدة معينة وفي السنة السبعة باي باي روح مش باي باي بس ده ياخد من كل الخير اللي في البيت قبل ما يمشي عشان يبتدي حياته عشان يبتدي حياته وبشكرك مارينا وعزائي المشاهدين حطوا الحلقة دي تحت المجر وما فيش حاجة سماعة عندكم تحرير عبيد اطلاقا 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 وشكرا جزيلا ونشوفكم في الحلقة القادمة